بسم الله الرحمن الرحيم فقط للتوضيح نقول أنه البصرة الآن تشهد استقرار المواطن بدأ يلمسه بدأ أنه يشعر أن حكومة المحلية تأدي أعمال من أجل هذه المدينة ومن أجل النهوض بها ومن أجل أنه يشعر المواطن أنه كل الخدمات اللي يحتاجها ممكن أن توفرها الحكومة بجدول زمني الحمد لله قد وضحنا أكثر من مرة أنه هذا الجدول يحتاج لخمس سنوات البعض في البداية اعترض على هذا الموضوع الآن بدأت تبين بغادر خطتنا الخمسية اللي ممكن تحتاج لها بعد أكثر من سنتين إلى ثلاثة أقول حتى تبين البصرة بحلة أفضل من ما كانت بالعقود السابقة أقولها مود سنوات السابقة لأنه عانت ما عانت هذه المدينة والتي هي استحقاقات كثيرة وتستحق أنه تخدم بطريقة صحيحة لكي تكون جوهرة الخليج أكثر من مرة أقولها اليوم ما عرف أنه البعض أنه قد أشيع أنه محافظة البصرة اللي هو المتكلم أنه ممكن أن يقدم استقالته خلال ساعات ما عرف ليش يعني المحافظة يقدم استقالته خلال ساعات على شنو مثلا وليش وشنو السبب والهدف من الاستقالة شنو في أحنك الظروف اللي مرت علينا بالوصرة في السنتين السابقة ما فكرت في يوم الأيام أقدم استقالتي وقلتها أكثر من مرة أنا هذه مدينتي أحبها أحب ناسها وناسها جزء منهم كبير الآن يشوفون الأعمال في المحافظة تروق لهم لذلك أنه تقديم الاستقالة حتى بالتفكير ما أفكر به ولا يوم من الأيام رح أفكر أقدم استقالتي مو حبا بالمنصب إنما حبا بأهلي ومدينتي من أجل إكمال ما بدأنا به وتطوير أكثر من ما نعمل عليه الآن بالخمس سنوات اللي بعد الخمس سنوات الأولى حتى وإن كان فترتنا لخدمة هذه المدينة ووجودنا بالمحافظة قد انتهت لكنه نعمل من أجل أنه تنهض الوصرة ويضرب بها الأمثال كما كانت حبي وتقديري واحترامي لكل أهلي في محافظة البصرة بعدم تصديق أي إشاعة ممكن أنه تعكر صفو هذه المدينة تصبحون على خير موسيقى موسيقى موسيقى